اتخذ قرار ربما هو القرار من نوعية قرارات الأهل التاريخية بعرض عبدالله السعيد للبيع أو لعارة لأي نادي يناسب ويرغب فيه فأعلن بعدها نادي الزمالك عن تفاصيل كاملة عن جلسته مع عبدالله السعيد عن الأموال التي دفعها للعب النادي الآلي وهو على زمة النادي الآلي وصارت ثائرة الكثيرين بقى ناس كتيرة اللي كانت بتتكلم قبل كده على الاحتراف والضوابط والانضباط وشفنا تفسيرات تانية خالص في أكتر من جزئية في هذه المسألة لابد أن احنا نتوقف عندها لكن على النحو اللائحي والتشريعي من المهم الإشارة إلى المادة الثمنتاشر في لائحة الفيفا أنا بس كان نفسي أأجل دي أناقشها مع الموضوع المهم التاني اللي كنت بتاع المقالة التي كتبها المسؤول المسؤول الغير هقول لك أنا لايحة الاتحاد الدولي زي ما هتشوفوها قدامك وحضراتك في المادة الثمنتاشر منها في البند رقم ثلاثة بشأن تنظيم علاقة اللاعب المحترف اللي بينتهي عقده ويستأذي نديه أو يخطر نديه أو لا يخطر نفس النص اللي موجود في لائحة الاتحاد المصري المادة الثمنتاشر النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب محترف يجب أن يخطر نديه السابق كتابة قبل بدء أي مفاوضات معه ويسمح لللاعب المحترف التعاقد مع نادة آخر خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده دي المادة الثمنتاشر بصوا المص الصريح يخطر نديه الأصلي كتابة المادة الثمنتاشر في حالة اتفاق ناديين على انتقال لاعب من نادة إلى آخر أثناء سريان عقد اللاعب يقوم النادي الجديد بتوقيع عقد مع اللاعب بعد الحصول على موافقة كتابية من النادي السابق بانتقال اللاعب لصالح النادي الجديد المادتين في منتهى الوضوح المادتين من لايحة الاتحاد المصري المادتين معبرتين أو ناسختين المادة اللي موجودة في الاتحاد الدولي دي ترجمة من هنا إلى هنا بالضبط بين اللايحة الدولية واللايحة المحلية النص الصريح كتابة أو صراحة على حصول على موافقة كتابية وصدقوني لو ما كانش فيها نص فيها منطق وفيها عقل وفيها أخلاء فيها منطق وفيها عقل وفيها أخلاء انت بتتعاقد مع اللاعب الموسم شغال يعني الأهلي لسه بيلعب والزمانك لسه بيلعب الأهلي هيلعب الزمانك غير معقول بالمرة تصور إنه الأهلي بيعتمد على اللاعب عنده واللاعب واخد أموال من النادي المنافس وهيلعب ضده وموجود معاه بين صفوفه وما يعرفش وما يعرفش ومش أموال لت بتتكلم أصلاح حصلت قبل كده وعده يعني لما نادي يتعاقد مع ثلاث لعيبة من نادي معاه في نفس المجموعة في مباراة مصيرية ما زالت بقية اللي فوز حيخش في التصفيات والخاسر حيطلع بره التصفيات وبعدين يلعبوا ضده ويعد الأمر لازم يتفاقم مهم أنت ما بتحسبش إحنا هنا والله العظيم ثلاثة كل اللي نهدف إليه أن تبقى الأمور واضحة من اتحاد الكرة في المسائل الاحترافية والتي لا ينبغي أن تصير كل هذا الجدل ولما فيش إرادة الوضع حد لها يا جماعة كل سنة نفس الكلام وكل شيء بقى إيه معلق إيه اللاعب يعاقب لكن لما ييجي النادي ينظره إلى أطراف المشكلة هل النادي يعاقب ولا ما يعاقبش طيب أنت بتقول الاتحاد الكرة أنا أحلف لكم بأي حاجة إنه مسؤولين في اتحاد الكرة بيهددوا النادي الأهل إنه هم هيردولوا ما حدث في عبدالله السعيد تاني مسؤولين في اتحاد الكرة عندهم إحساس إنه عرض الأهل عبدالله السعيد للبيع دي يسأليهم ومعرفش ليه بس اتقلت كده بمنتغل وضوحه الصراحة ومن ثم بيبحثوا عن إيثارة المشكلة وطلبوا من أطراف مساعدة تاني طلبوا من أطراف مساعدة تدفع عبدالله السعيد إنه يقدم شكوى عشان يلغي أو يبطل توقيعه للنادي الأهل وبالتالي تتعرض ككيس جديد بقى وليهم الحق كاتحاد إقرار اللي هم شايفينه ووقتها قالوا هنرد للأهل اللي حصل عشان الناس اللي بتتابع والجمهور اللي بيشوف يبقى عارف الدنيا بتدار ازاي لما سمعنا الكلام ده وسمعتم المصادر مش قريبة وثيقة اتحاد الكرة يتأهب للرد على الأهل في موضوع عبدالله السعيد وأنا مش عارف المهندس هاني أبو ريدا مفترض كان حريص على إنجاح الأمور كلها هو اتحاد الكرة اتحاد الكرة لم يستقرق أكتر من ربع ساعة عشان يقيد اللاعب لأنه بيتطبق اللوايح ما كانش يقدروا لأ أنا عندي لعيب مساعدتينيش في حاجة عشان استرسل أنا عندي لعيب عقده ممتد معايا بقدم لك عود جديدة امتداد للعقد بقول لك سجله بترجع للسيستم بتاعك هل فيه ما يحول دون قيد اللاعب لا مفيش يبقى يتأيد حاجة أوتوماتيك ليس صاحب فضل في شيء هو صاحب فضل إنه طبق اللاعح إذا كان يعني القيام بالواجب فضل فهو صاحب فضل خلاص نغمت بقى يبتدي في كل أزمة شوات مخرجية يتطوعوا من جوة كده يعملوا لها شوات سيناريوهات طب الموضوع ده نحلوا إزاي تحاولوا أزمة نحطوا مشكلة قدام مشكلة زي مشكلة بتاعت زمان اللي كانت تاني وأكد بين نادي ستراسبورغ ونادي الإسماعيلي ما كانش الأهل يطرب فيها الأهل يشترى اللعب من نادي ستراسبورغ حسن عبد الرب آه وتحاكم لستراسبورغ في التحاد الدولي وتحاكم لستراسبورغ في النقد أمام اللجنة المحكمة الدولية وتقال كده حكم بات نهائي في أحقية استراسبورغ في اللاعب والستراسبورغ كلم النادي الأهلي قال له يبعط بقيت الفلوس عشان نفعل لبعاتنا بقية الفلوس قال له الشهادة الدولية هتجيلك فورا معنى الشهادة الدولية كانت في مصر اتحاد الكورة مرضاش اعتمدة لانه اخر موقف الاتحاد المصري ما كانش يرجع الشهادة الدولية لسترازبورج لان فيه شكوى من الاسماعيل فالشهادة الدولية كانت هنا وكل الملف بالكامل كان فيه اروقة وفي حوزة الاتحاد المصري وكان يقولون كده لو تحكم فيه حكم نهائي لصالح سرازبورج كان يطلع بعد نصف ساعة ولم يحدث راحوا صعدوا وكتبوا الولد طب حل مع سرازبورج وبقت قضية لو دخل الاهلي باصرار فيها كان هيئذي لاعب في الاخر الاهلي قدر ان الامر لا يستحق ان الاهب تئذي وهو عنصر من عناصر المنتخب وعنصر مهم في الكرة المصرية واثر الاهلي ان يختصم سرازبورج في الفلوس وخدها واخد بالك كل الموقف دي الاتحاد بنساها ازاي الاهلي بيتعاون في الازمات ازاي الاهلي وشيكبالا وابليل الاباني ماضيين واخدين فلوس بطريقة رسمية شرعية وعندما غير رأيهما معاين لشيكبالا كان من باوك ما كانش من الزمالك واحترمنا هذا واذا كانت رغبة اللاعب كده مش عايزين نأذيه وللأسف الشديد اللا ازايه طريقة انتقاله الى الزمالك وتوقف وتغرر بس مش بسبب الاهلي في الحالة دي بسبب ان عدم اتباع الاجراءات مع نادي باوك فانت في كل مرة تظهر الواجه الراقي الحريص من نادي الاهلي الذي لايه لها تخلف احده لكن الغريب انه يبقى لعيبك ولما تحول دون اختطافه دون علمك كده يبقى لعيبك 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 لع دون علمك حط تحت دي عشر خطوط يبقى انت الجاني واللي لازم تعاقب وشوفوه الناس ناريو وزن صعد وزن نعمل يا جماعة ازا كنتوا فعلا بتقولوا ان كابتن عبدالله سعيد وهو كذلك لاعب مهم ان حصل المنتخب وحرسين عليه اقفلوا الملف ده اقفلوا الملف ده لان حتى الاهلي وعرضوا للبعمة هو تنفيذ هذا القرار امتحي بقى بعد كاس العالم خلي اللاعب يركز في المهمة الدولية لاهلي معاقبوش ماوقفوش ماعملش اي حاجة لاهلي لما طلعت بقى التدعيات بتفاصيل اولاقى ان كان فيه لعب عنده وبيلعب في صفوفه قابل اربعين مليون جنيه في بيته وبيلعب في الصفوف ما قلهمش دي واقعة خطيرة جدا ازا سمح ان هو يعديها دي معناها انك انت ممكن تجي اللاعبتي بقى في فترات القيد وقبل ما تشطنا المهمة تعملها